بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أحبتي في حلقة جديدة من أفلا يتذبرون القرآن في حلقتنا هذه سنفتح القرآن الكريم على سورة التوبة وننظر إلى الآية الأربعين من السورة حيث يقول تعالى وأيده بجنود لم تروها ترى ما المقصود بجنود لم تروها هل المقصود بالجند ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرسان وخيالة ومقاتلين أو حين نذكر كلمة الجند فهذا ما يتبادر لأذهاننا هذه الأيام لكن المقصود في هذه الآية غير ذلك فما هو المقصود يترى الآن لنفتح أسئلة التدبر اختبر فهمك في تطبيق جامعة القرآن ونبحث عن السؤال الذي يركز على موضوع الجند هؤلاء التحديد هذا هو السؤال يقول السؤال حين نذكر كلمة جند فأول ما يتبادر لأذهاننا أولئك العسكر الذين اعتاد الناس على رؤيتهم يقاتلون في معارك البشر لكن الحقيقة أن المقصود بجند الله في هذه الآية في قوله تعالى وأيّده بجنود لم تروها يفوق ذاك المعنى البسيط المعتاد المحدود للجند فيتضمن جنودا لا ترى بالعين البشرية غير جنود البشر فما هي تلك العوامل التي اعتبرت جندا من جند الله التي ساعدت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصر في هجرته ويمكن تصنيفها ضمن جند الله المشاري إليهم في هذه الآية لننظر هنا أربعة خيارات فننظر في كل خيار منها على حدة لنركز الآن على السؤال وخياراته السؤال يقول ما هي تلك العوامل التي ساعدت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصر في هجرته ويمكن تصنيفها ضمن جند الله المشاري إليهم في الآية أول خيار يتحدث عن عش الحمامي وبيت العنكبوت يقول الخيار من جند الله عش الحمامي وبيت العنكبوت الذان خيما على مدخل الغار حيث تقول الرواية أن نفر قريش الذين كانوا خلف رسول الله وصاحبه لما رأوا حمامة قد وضعت بيضها وعنكبوت قد نسجت خيوطها استبعدوا أن يكون في الغار أحد وإلا لم استكانت هذه الحمامة ولتهدم بيت العنكبوت والحقيقة أن على هذه الرواية المأخذين المأخذ الأول أنه قد اختلف في صحة سندها وإن كان البعض قد حكم بحسن إسنادها إلا أن الأكثرين قد حكموا بضعف هذا الإسناد سواء من القدامى أو من العلماء المعاصرين حيث ذكرها الألباني في السلسلة الضعيفة حديثا إذن الرأي الغالب الأقوى والأرجح أن هذه الرواية سندها غير قوية أما المأخذ الثاني أن الله أيد رسوله حسب الآية بجنود لا ترى والعنكبوت والحمامة كائنات تراها العين إذن لا ينطبق عليها الاستدلال أو لا يتوافق الاستدلال بها مع صريح عبارة الآية ننظر إلى الخيار الثاني الخير الثاني يقول من جند الله طمص الله على العقول فتشوي قدرة عقل عدو الله فلا يتمكن من النيل من ولي الله العقل عادة ما يوجه العاقل الذي رأى آثار الأقدام تنتهي إلى مدخل الغار إلى النظر والبحث داخل ذاك الغار لكن الله الذي خلق هذا العقل جل فعلاه الذي خلق هذا العقل العقل المؤمن وعقل الكافر وعقول جميع الخلق من قدرة الخالق العظيم أن يشويش تفكير بعض خلقه إن أراد فصرف بذلك الكفار عن التأكد مما في داخل الغار الخيار الثالث من جند الله تسخير الله لأعداء الله لخدمة ونصرة دين الله وأولياءه كان دليل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ساعده في سلك طريق غير معهودة للسفر من مكة ليثرب كافراً أن ذاك عبد الله بن أريقة لم يكن قد أسلم حين ذاك ومع ذلك لم تغره كل تلك المكافآت المغرية التي رصدتها قريش لمن يدل على رسول الله وصاحبه فثبت الله قلب كافر ليخدم مصلحة الإسلام ودينه ورسوله الخيار الرابع من جند الله معجزة غوص أقدام فرس سراقة بن مالك حيث استطاع سراقة ذلك الفارس أن يلحق بفرسه ناقة رسول الله وصاحبه لكنه كان كلما اقترب منهما ابتلعت الأرض قوائم فرسه في الرمال فأدرك بعد عدة محاولات أن هناك حماية فوق قدرة البشر تحميهما ودر بينهما ذاك الحوار المعروف وراجع سراقة عن ملاحقتهما ولم يبلغ قريش بما حدث بينه وبين رسول الله نستخلص من هذا أن هذه هي الخيارات الصحيحة نترككم مع الإجابات الصحيحة وإلى أن نلتقي بكم في حلقة أخرى من حلقاتي أفلا يتذبرون القرآن نستودعكم الله الذي لا تضيع ودايا ترجمة نانسي قنقر